اذا لبرج العقرب. انت راح تكون ماسك اسلحتك وكنك بتدافع عن نفسك يا عقرب في موضوع معين عم بتدافع عن نفسك فيه وعم تنتصر. شايفي فيه انتصار في هذا الكرت على شخص كان يمكن من برج مائي او ناري كنت عم بتتشاكس معه او فيه هو ظالمك في موضوع معين شايفي انه فيه انتصار على هذا الشخص. راح تكون يعني ضغطك هادي الفترة مركزة على انك تنتصر وفعلا راح تنتصر. شوف بشكل عام للعقرب. عم بشوفك تشتغل كتير يا عقرب. عم بتحاول تحوش مبلغ من المال يمكن عشان تفتح مشروع كنت عم تستنى اليك فترة انك تفتحه. عم بيكون في عندك شوي صعوبة هذا الشهر في جمع المال او صعوبات مادية يمكن راح ينطلب منك مبالغ مادية هاي الفترة او راح يصير معاك ممكن شغلة طارئة خلينا نقول. تستنفذ مبلغ مبلغ من المال من عندك. خلينا نحكي الطاقات قبل ما ننسى بس الطاقات عم بتكون جدي عم بتكون حمل قوس دلو. نارية ممكن مائية كتير مائية. ترابية. عم بشوفك في عندك شوية نقص في المادة او عم بتعاني هاي الفترة ولكن راح كتير تتغير الامور. شوي نمسك ايدنا لبرج العقرب لانه شوي المادة راح يكون فيها شوية صعوبات خلينا نحكي. قلنا في موضوع اجله انت كنت والان صار في امل كبير كنت معلق امالك على موضوع معين. هذا الموضوع خاص ممكن يكون خلينا نقول السيناريو الاول في العمل. في شخص من برج مائي ممكن يكون دلو ممكن يكون اي برج مائي او ممكن يكون ناري. هذا الشخص ممكن يساعدك في او شراكة في العمل ممكن تفتحه مشروع جديد ممكن هذا الشخص المهم انه راح يساعدك في موضوع العمل. لو كان في عندك شخص بهذا المواصفات في العمل فهو حي ساعدك اذا كان موعدك بموضوع معين. اه شايت في امني عم تتحقق شوي شوي قلتلك تمسك شوي على المادة في اول شهر. اه بعدين راح تجيك وفرة معينة اي اما يعني من ناحية العمل او قرض او اي شي يعني كنت انتظره. اه راح يصير في وفرة شوي شوي ولكن في اول شهر شوي نمسك ايتنا. شايفي في امنية عم تتحقق اما في العمل اما في العاطفة. اه عم بتكون في العمل اكتر انا شايفيتها. يمكن اللي ما عنده عمل يمكن هذا الشهر. اه كمان شخص بنفس المواصفات نفس الشخص اللي قلت عليه. يعني حيساعد اذا كان عندكم بالعمل او واعدكم في عمل معين. اه عم بشوف اه في اطفال هون في اه في فرصة حمل للناس اللي عم بيستنوا اه فرصة عمل. عقرب يا عقرب. اه عندك طاقة سلبية. وآ يعني لحد الان انا مبسوطة انه ولا برج طلع له هذا الشهر يعني طاقات سلبية. بس انت اول واحد يا برج العقرب. للأسف. اه في طاقة سلبية موجودة في اه اما السحر حسد عين موجود عندك عم بيسبب لك تأخيرات ومشاكل. اه على جميع الاصعدة. على جميع الاصعدة شوية تأخيرات شوية عم يفهموك غلط يمكن الناس هاي الفترة. اه ولكن سرعان ما شوي شوي تصبط الامور وتكون انت الامبراطور خلينا نقول. انت المتحكم في الموضوع رح قلت لك في عندك انتصار. ولكن من بعد انتظار يعني الانتصار ما رح يجي في اول شهر. شوي شوي رح يجي في نهاية الشهر. يمكن في اخر اسبوع او اخر اسبوعين. رح تحقق نصر على شخص هذا الشخص ممكن يكون برجه ترابي او مائي. اذا كنت عارف طاقة او طالق عارف برجه. شايفك عم بت يعني من بعد ما كنت تصرف من بعد ما كنت طبعا صري في العقرب من الناس الكريمين يعني اللي يصرف بدون حساب. فشايفيتك بعد ما صرفت مبلغ كبير يمكن على الرفاهيات على هاي الامور. عم تمسك ايدك كمان ترجع اخر الشهر. فانا عبوصيك هذا الشهر كل ياتو انو تمسك ايدك مش بس يعني وتفكر بشكل عام بالمادة بشكل احسن من هيك. لان الجايفك عم ضعطي الرايح والجاية او عم بتفرق. نعطي احنا وطبعا مطلوب اننا نعطي في هاي الحياة ولكن شوي بتفكير بعقلانية اكتر من. آآ نفتح شوي على عاطفة نشوف لمحة عاطفية. ازا كنت متزوج. ازا كنت متزوج. يا برج العقرب فيه بس مشكلة بسيطة ممكن آآ يصير فيها يمكن كلام جارح يمكن آآ امور. هذا في النصف الاول من الشهر ممكن يكون فيها كلام جارح امور بتطلع لبرة يمكن اسرار العيلة عم تطلع لبرة. آآ المهم مشكلة ولكن رح تجتازوها. هاي المشكلة من بعدها رح تفكر في انك تطلق تنفصل انك تاخد قرار مصيري في هذا الموضوع. آآ ولكن سرعان انا ما عم بشوف تقوم شوي شوي عم بتروء الامور. وعم بتتعلق آآ موضوع الطلاق في لفترة اخرى. أو آآ وكأنك عم تنسى الموضوع آآ شايف فيه مصالحات خاصة آآ حكينا للمتزوجين اللي هم بناتهم مشكل. وحتى الاشخاص التانيين كمان شايف فيه آآ مصالحات آآ شايف فيه مواضيع جدية ممكن تنفتح آآ في هذا الشهر. أو هاي الفترة ممكن تمتد كمان لنص نوفمبر يعني مش بس اكتوبر. آآ شايف فيه شخص عم برائبكم آآ اللي هو الشريك طبعا فيش غيره. فيه مراقبة من جهتك ومن جهته آآ عم بتكون. هذا الشخص اذا كان ناري او اذا كان هوائي فهو يعني مية بالمية راجع هذا الشهر وهو اللي رح يرجع. آآ كمان الابراج الاخرى يعني الطاقات الاخرى كمان طبعا وارد لانه هذا الكت جدا ايجابي. آآ ولكن انا قلت هذيك الطاقات يعني بنسبة اكبر خلينا نحكي. هذا الشخص عم برائبك عم يعني مش ناسيك فيه تواصل روحاني قوي عم بيكون بينك وبينه. شايف فيه علاقة ثلاثية كانت موجودة في الماضي وعم تنتهي الان لانه مائلها وجود كانت موجودة في الشهر الماضي. عم بشوفها في هاي الفترة عم تنتهي وعم بتزول مائلها. آآ لكن هي هون عم عم تتفرج من بعيد. عم تحقد حسد حقد آآ من هذا النوع. لكن شايفي انا الامور بشكل عام جدا ممتازة. آآ شايفي معجب ممكن يكون من برج ترابي او ناري آآ عم بتطلع من بعيد لبعيد. هذا الشهر ممكن انه يتقدم بخطوة خلينا نحكيه ناحية العلاقة. هذا الشخص على فكرة آآ قلبه صافي ونيته صافية. اذا كان بالطاقات اللي انا قلت عليها. خلينا نشوف آآ مسج من الحبيب. اذا كان بعيد او قريب يعني نشوف ايش حابب انه يقولك. مش قادر او من عقل الباطن مثلا مسج كلمة. كتير حلو هات المسج وهي كراقي. بيقولك انه انا عم بحلم بطفل منك. وانتهى. بس اكتر من هيك يعني. اكتر من هيك ع بس. نشوف اذا في تحذير هاد الشهر او حتى بشارة او شي. للعقرب. آآ التحذير اللي قلنا عنه قبل شوي. آآ من ناحية المادة نمسك ايدنا. فيه تشالينجز معينين. فيه شوية مشاكل رح تكون آآ خاصة في العمل. آآ انت رح توصل للقمة ورح تنتصر. ولكن من بعد شوية صعوبات ومن بعد شوية اللي هم تحديات قلنا. فبس نصبر آآ شوي ما نعصب. ما نآآ ناخد قرارات آآ صادمة سريعة. لانه برج العقرب عم يعصب كتير. هاي الفترة عم بيكون طاقته نارية مبين من الورق آآ شوي سريع. حركت الكاميرا. لا طلعلك كتير رح اقرأهم كلهم عفكرة. اول شي. آآ لا هذا تحذير اكتر ما هو. هي نصيحة يعني بس بنصحك بانه تدير بالك من الاصدقاء اللي عاملين حالهم اصدقاؤهم اساسا اعداء. بحذلك من طاقة سلبية يمكن ظهرت قبل شوي شفناها. لسنين. ولك اسمع للطرف الآخر. يعني ما قلتلك قبل شوي ما تتسرع بأخذ القرارات. اسمع بشكل خليك مصغي مش مستمع. يعني بإصغاء. استمع ويعني زين الأمور قبل ما تاخد أي قرار. بيقولك استمع. استمع بس للناس التانين. ويمكن معناها انه اسمع أكتر ما تحكي. خد أكتر ما تعطي. يعني اسمع اسمع وما تحكي أسرارك لحدا. كتم على الأمور. ممكن يكون هيك معناها.